واحنا بنتكلم عن الصحفيين انا يمكن عملت فيديو قصير كده قبل الحلقة على طول كنت بتفرج على فيديوهات الزميل والاستاذ القامة الكبيرة وائل الدحدوح وهو نايم على الترولي بيسرخ وبيقول اه بعد ما اصيب باحدى الشظايا نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي فلاقيتني وانا بتفرج على الفيديو لا اراديا والله طلعت مني الكلمة دي معلش ولقيتني بقولها بنفس طريقة وائل الدحدوح لما قالها يوم ما كان حاضن جثمان ابنه لما اسرائيل قتلته في قصف هو وولدته زوجة وائل الدحدوح الله ارحمه ما يتقبله لقيت الواحد وهو شايف مشهد مؤلم ومزعج بيتكلم زي وائل الدحدوح بيقول بنفس طريقة وائل الدحدوح بيهون في الفيديو وعلى نفسه بنفس اسلوب وائل الدحدوح معلش وبتضغط على حرف الشي لان انا قلت قبل كده وناس كتير قالت هو اروع ما قيله في الصبر هي معلش بتاعت وائل الدحدوح فان كان هو قالها لزوجته وابنه فاحنا النهاردة العالم كله يا وائل بيقولك معلش العالم كله النهاردة حاسس بيك وحاسس بوجعك نتمنى الشفاء العاجل للاستاذ وائل الدحدوح لكن الحقيقة فيه يعني ازمة كبيرة حصلة انه وائل الدحدوح كان معاه كمان مصور الجزيرة سامر ابو دقة واللي اصيب ولا زال محاصر من قبل قوات الاحتلال الاسراء كمان بيان لشبكة الجزيرة منذ قليل زميل المصور قناة الجزيرة سامر ابو دقة مصاب وملقى على الارض ومحاصر بمحيط مدرسة فرحانة منذ ثلاث ساعات وكان في بيان لشبكة الجزيرة منذ دقائق بيتكلم ايضا عن انه الزميل سامر لازال محاصر ايضا نتمنى له السلامة ونتمنى للاستاذ وائل الدحدوح الشفاء العشر